السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد نستكمل فيه حديثنا من حيث انتهينا في الدرس السابق عن Auto Layout وال Constraint تكلمنا في الدرس السابق عن Auto Layout وذكرنا ان الهدف ان احنا نصمم واجهة تكون متلائمة مع مختلف شاشات اجهزة الايفون والايباد من الشاشات الصغيرة للمتوسطة الى الشاشات الكبيرة وذكرنا ان احنا لما نصمم في الستوري بورد مثل حالنا الان في الستوري بورد فاحنا نصمم على واجهة واحدة فقط اقصد نوع واحد من الواجهات والنوع هنا عندي لو لاحب في الاسفل View as iPhone 11 فهذه معناته ان الواجهة اللي عندي شاشة ايفون 11 فلو انا صممت هذا التصميم على هذه الواجهة بدون ما اضيف Constraint عليها او قيود وحاولت اني اشغل على واجهة اخرى مثلا شاشة من شاشات اجهزة الايباد او شاشة ايفون صغير مثلا زي ايفون SE ما رح تظهر بهذا الشكل عندي فذكرنا ان الهدف من ال Constraint ان احنا نقيد الاشياء الموجودة عندنا في الواجهة حتى لما نشغل التصميم على اي شاشة اخرى كانت كبيرة او كانت صغيرة مختلفة عن الشاشة اللي احنا صممناها نحتفظ بالمظهر بنفس المظهر اللي احنا صممناه على الواجهة في الستوري بورد كذلك تكلمنا في الدرس السابق عن القائمة اللي علي صار عندنا Document Outline وذكرنا ان هذه القائمة لو ما كانت ظاهرة عندك فالزر او الايقونة الصغيرة اللي موجودة في الاسفل بجانب ال View As iPhone 11 ممكن تخفي وتظهر من خلالها هذه القائمة ايضا كذلك داخل القائمة هذه ذكرنا عندنا View Controller الليه الواجهة اللي عندي بداخلها ال View هذا ال View اللي احنا نصمم فيه Safe Area تكلمنا عنها الاشياء اللي رح اضيفها على الواجهة كلها رح تكون موجودة عندي اللي لاحظ ال Image View هي هذي الامج اللي اصبحت محددة اللي انا اضفتها على الواجهة البوتون كذلك ال Get Started موجود كذلك عندي ولاحظ ان هو يعطي اسماء يعني الامج اعطاها IMG Underscore Background اللي هو اسم الامج نفسه في فولدر ال Assets الخاص بالصور ال Get Started البوتون نفسه اللي هو النص اللي اعطتي اياه اسمه Get Started طبع الهدف من هذا رح نجي له بعد شوية حتى لما اضيف Constraint مثلا اضيف بوتون اسفل البوتون هذا واخليه يعتمد على البوتون هذا في الظهور فراح استفيد من موضوع ان اسم البوتون هذا حتى اقدر اوصل له رح نجي له بعد شوية كذلك تكلمنا عن Constraint وذكرنا ان اي قيود انا اضيفة على الواجهة هذه عندي تظهر هنا في خيار ال Constraint اللي هو اسفل ال View فكل القيود على الصورة او على البوتون او على اي شي كان موجود في داخل الواجهة رح يكون في هذا المكان وقلنا ان ال Constraint هذه لما تزيد يكون صعب اني اوصل لها فلو حاب اوصل Constraint معين فمثلا Constraint من Constraint اللي موجودة على البوتون فاكليك على البوتون بعد ذلك من ال Inspector القائمة اللي على اليمين اروح الى خيار Size Inspector وانزل الى الاسفل رح الاقي كل ال Constraint اللي انا اضفته على هذا البوتون لو ابغى شي من ال Constraint اللي انا اضفته على ال Image كليك على ال Image ونفس الالية من ال Inspector ال Size Inspector شكل المصطرة هذا وانزل الى الاسفل رح الاقي كل ال Constraint اللي موجودة على ال Image View اليوم رح نستكمل الحديث ان شاء الله ونتكلم عن Constraint جديدة رح نضيف واجهة جديدة على Storyboard لكن قبل ما نضيف انا طبعا في الفولدر الخاص بالصور ال Assets اضفت هذا الشعار او هذه الايقونة شكل النبتة فبإمكانك تضيف اي شعار او اي لوجو عندك او اي صورة حتى تستخدمها في التست على ال Storyboard رح ارجع على ال Storyboard وقف القائمة اللي على اليسار وراح اروح لل Plus Library اللي عندي او من الكيبورد مثل ما ذكرنا سابقا Command Shift L وراح اضيف View Controller جديد الان هذا ال View Controller نضاف عندي فارغ ما في اي شيء ونلاحظ انه في ال Document Outline اللي علي صار نضاف عندي ال View Controller الجديد لاحظ هذا القديم اللي كان موجود اللي صممناه في الدرس السابق اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي بداخله ال Image وال Button وال Constraint الخاصة فيه وهذا اللي اضفناه الان كذلك نضاف عندي View Controller وبداخله ال View وحاليا فارغ ما عندي لحدود ال Safe Area فراح اضيف على ال View الجديد Image View رح اجعلها في اعلى الشاشة ايضا كذلك مرة ثانية من خلال Library رح اضيف Label وراح يكون فوق المنتصف بشوي وراح نجي بعد شوي لنحنا كيف نسوي قيود نجعل ال Label او ال Buttons او اي ان كان في اعلى من المنتصف ما في المنتصف بالضبط من الخيارات القائمة اللي على يمين ال Attribute Inspector رح اجعل ال Alignment الخاص فيه في المنتصف وراح اعدل النص اللي موجود بداخله الى اهلا بك وكذلك من خلال الفونت رح ازيد الفونت الخاص بهذا ال Label الى 25 اعتقد كذا مناسب كذلك رح اروح لل Library واضيف Label جديد اخر اصفل من ال Label الاول ايضا رح اجعل ال Alignment من خلال Attribute Inspector في المنتصف وراح اضع فيه نص رح يكون كبير شوي طبعا هتا اتكلم عن الواجهة نفسها بالنسبة للواجهة اللي رح اصممها الان عبارة عن واجهة Onboarding UI ال Onboarding UI الفكرة منها انك لما تستخدم التطبيق يعني كمستخدم للتطبيق ما هو كمبرمج لأول مرة تظهر لك احيانا شاشات تعريفية بالتطبيق نفسها عادة تكون شاشتين ثلاث شاشات ممكن اربع شاشات فتظهر لك ويعطيك Skip 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 أو Next 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 وخلاص مرة واحدة تظهر لك بعد ذلك ما رح تشوفها لو دخلت على التطبيق مرة ثانية ممكن تعرفك بالتطبيق ممكن تعطيك نبذة عن استخدام التطبيق الى آخرة رح اصمم واجهة واحدة فقط مشابه لها وبإمكانك حتى تحصل على امثلة على ال Onboarding UI تروح لمواقع التصميم المعروفة زي ال Behance Dribble الى آخرة او حتى في جوجل نفسه ممكن تبحث عن Onboarding UI ورح تلاقي امثلة كثيرة عليها وحاول انك تطبق من الاشياء اللي انت تشوفها في هذه المواقع بالنسبة لي رح اضع الصورة اللي تكلمنا عنها قبل شوي في الاعلى بعد ذلك Label اهلا بك بعد ذلك Label الاخر رح يكون عبارة عن كلام توضيح مثلا الواجهة طبعا مثل ما تكلمنا صورة نبتة فرح نفترض ان الابيكيش اللي احنا مصممينه عبارة عن بيع نباتات او نباتات زينا الى آخرة فرح اقول هنا مثلا لا تفوت فرصة تزيين منزلك باجمل انواع النباتات من مختلف انحاء العالم واقول انتر طبعا هنا انحاء وليست انجاء انحاء انتر الان مثل ما ذكرنا النص طويل فلذلك زي ما نلاحظ الليبل ظاهر عندي نص الى انواع النباتات من بعدين ثلاث نقاط لان النص طويل كليك على الليبل نروح لخيار الاتريبيوتر انسبكتر رح نلاحظ ان في خيار عندنا اللي هو اللاينز وهذا معناتها عدد الاسطر طبعا هنا عدد الاسطر واحد فبإمكاني ازيده الى اثنين واجي ازيد الارتفاع الخاص بالليبل الان اصبع عندي النص ظهر بشكل كامل لو كان اللاينز واحد فقط فمهما كان ارتفاع الليبل عندك انه يكفي لسطرين او الثلاثة ما رح يظهر لسطر واحد لان عدد الاسطر واحد فممكن تزيده الاثنين ممكن تزيده ثلاثة لو كان عندك اسطر اكثر طيب كيف انا اعرف عدد الاسطر الآن انا عندي نص اعرف انه في سطرين او كذا لكن لو كان عندي نص يجي من قاعدة بيانات او من سيرفر انا ما اعرف حجم النص هذا رح يكون مثلا تغيدا او باست في تطبيق سوشال ميديا أو حتى في هذه الشاشة نفسها التعريفية لأومبوردين كنت أجلب النص من سيرفر أو من ABI فأنا من يعارف حجم النص كم رح يكون فكيف أحدد عدد الأسطر في هذه الحالة رح نخلي عدد الأسطر زيرو زيرو معناته دايناميك فعدد الأسطر رح يزيد بحسب النص اللي موجود عندك لاحظ الآن عدد الأسطر مثلا سطرين لو نسخت نفس النص هذا ولسقته مرة ثانية لاحظ زاد عندي أصبح عدد الأسطر أربعة أسطر الآن لأن النص زاد بسبب أن اللينز عندي زيرو فكل ما تزيد النص رح يزيد معاك عدد الأسطر الآن رح يجي أضيف على الواجهة كذلك مرة ثانية من خلال library button ورح يكون أسفل الليبل الجديد اللي أضفناه ورح نزيد العرض الخاص بهذا البتن ورح أروح إلى خيار attribute inspector وأعدل الاسم إلى إبدأ الآن ونغير النص text color الخاص بالبتن إلى اللون الأبيض وفي الأسفل عندي خيار background ممكن أغيره إلى هذا اللون أعتقد الآن تمام باقي بس الصورة رح أغير الخيار من attribute inspector كذلك الامج إلى اسم الصورة اللي عندي في فولدر الassets الآن انضافت عندي الصورة فرح أبدأ أصمم الآن constraint حتى تظهر الواجهة عندي في مختلف الشاشات بنفس التصميم ذكرنا أن نحن حتى نشوف أو نعرض التصميم اللي عندنا نستخدم الpreview لكن ما رح أبدأ لا نعرض على الpreview إلا بعد ما ضيف الconstraint فرح أبدأ بالامج view اللي عندي بداية رح أضيف عليها constraint وليكن الconstraint مثلا من الخيار في الأسفل add new constraint ورح أقول له من الأعلى zero طبعا هذه من حدود لاحظ الsafe area وليس view لو قلت له من حدود الview رح يكون معناته من حدود الواجهة كامل في الأعلى فرح ترتفع الصورة إلى خلف الساعة وخلف شعار البطارية فرح أقول له لا من السafe area كذلك من اليسار ومن اليمين رح أفعل الخيارات على أنها تكون zero وهو بايدفولت يكون سوي select على السafe area الاختلاف أن القيود اللي أنا أضيفها في اليسار وفي اليمين عندي لو قلبت الشاشة إلى الوضع الأفقي أو landscape يعتمد أن القيد اللي على اليسار والقيد اللي على اليمين هو من القيد اللي خاص بالنوتش اللي بالأعلى وفي الجزء الخاص اللي في الأسفل لأن هذول اللي الآن لو انقلبت الشاشة يصبح هذا الجزء على اليسار ويصبح هذا الجزء اللي في الأسفل على اليمين فيروح يأخذ القيود اللي أنت ضفتها من اليسار واليمين هل هي من السafe area ولا من view إذا كانت من السafe area والجوال في الوضع الأفقي اللي من اليسار إلى حدود الواجهة كامل طبعاً موضوع الكونسترينت لازم بنفسك تطبق عليه أول بأول وتجرب تحط بوتونز ليبلز حتى لو ماهو شاشة حقيقية أو مشابهة الأشياء في الواقع حتى تعرف فقط إيش يتغير معاك لما تنتقل من لاندسكيب إلى بورتريت ولما تنتقل من القيود من الفيو إلى السيف ايريا عموماً بالنسبة للواجهة أو بالنسبة للإميج اللي عندي رح أحدد الكونسترينت من اليمين واليسار والأعلى صفر من حدود السيف ايريا ورح أقول لها add three constraint الآن زي ما نلاحظ انضافت من اليمين ومن اليسار ومن الأعلى لكن صغرت الصورة اللي أنا أصلاً ما أعطيتها height فراح أوصل غيرها إلى هذا الجزء بشكل افتراضي يعني يعطي height لها فأنا الآن لا رح أسحب الامج view طبعاً الآن زي ما نلاحظ هنا على اليسار في الدكومنت أوتلاين بجانب الview كنترولر الخاص بالواجهة هذه في الدائرة اللي باللون الأصفر ظهرت معانا ومعناتها فيه تنبيه أو وورنين خاص بالامج وزي ما تلاحظ expected height فهو يتكلم عن الارتفاع الخاص بالصورة فيه مشكلة رح نرجع إلى الستركتر الخاص بالدكومنت أوتلاين وهنا رح يجي أعدل height بإمكاني أني أعطي height من الadd new constraint ويكون height ثابت ارتفاع ثابت وقلنا أن هذه مشكلة مثل ما تكلمنا في الدرس السابق أني لو كانت الشاشة صغيرة فهذا height معناتها رح يكون كبير عليها ولو كانت شاشة iPad فرح يكون صغير عليها فالأفضل أن يكون dynamic يتغير مع مختلف أحجام الشاشات فبالنسبة لي رح أسحب كليك يمي من الماوس على الواجهة أو من خلال تتش باد الخاص بالماك كليك بأصبعين على الصورة وخلك ضغط واسحب إلى view رح تظهر لك هذه القائمة كليك خارجها رح تبعد هذه القائمة أو بإمكانك كذلك من الكيبورد تضغط على control وتبقى ضغط وكليك من الماوس أو من التتش باد الخاص بالماكبوك وتسحب إلى view وترفع من الكيبورد ومن التتش باد ورح تظهر لك مجموعة خيارات ممكن تضيف فيها constraint هنا ممكن أضيف أنا equal height يعني معناته مثل ما تكلمنا في الدرس السابق نسبة وتناسب ما بين ارتفاع الامج وارتفاع الview كامل ولو نضغط كليك على constraint نفسه ومن القائمة اللي على يمين attribute inspector احنا مسوين select الآن على constraint نفسه فرح يعطيك النسبة اللي هو ياخذها فعليا من ارتفاع الشاشة اللي هو 0.27 فبإمكانك يتعدل عليها خلونا نقول مثلا 0.30 الآن زاد معنا فهذا 30% من ارتفاع الشاشة شغلتها في iPad رح ياخذ 30% من شاشة الايباد ورح يضعها للimage view هذا بالنسبة للصورة بالنسبة لللابل رح يضيف عليه constraint ان يكون من اليمين 20 من اليسار 20 هو بايدفولت يكون معطيني من safe area زي ما اللاحظ ورح اقوله add to constraint طبعا هنا زي ما اللاحظ عطاني باللون الأحمر وهنا ظهرت عندي دائرة باللون الأحمر فمعناته في مشكلة المشكلة ايش يقول لي في اهلا بك انه يحتاج constraint for y position يعني معناته constraint على محور y ما هي موجودة فلازم انت تقول له انت قلت له انه من اليمين 20 من اليسار 20 لكن وين رح يكون ان رح يكون في هذا الجزء من الشاشة او رح يكون هنا او رح يكون وين موقع عموديا بالنسبة للمحور y بالنسبة للمحور x وخلص اعرف مكان انه من اليسار ومن اليمين ياخذ 20 فانا رح اقول له من خلال الخيار الخاص بالalign في الاسفل vertically in center في منتصف الشاشة عموديا بالتالي رح يعرف وين موقع من محور y لكن القيدة اللي انا اضيفة الان هو في المنتصف اللي نبغل تكلم عنه في درس اليوم ونحن كيف نخليه فوق المنتصف او اسفل من المنتصف فكلك على اللابل نفسه ومن خلال size inspector نروح الى القيدة اللي احنا اضفناه align center in y اللي هو في المنتصف عموديا وراح اغير القيمة اللي هي 0 الى ناقص 30 لاحظ الان اللابل ارتفع عندنا فوق المنتصف 30 0 معناته في المنتصف بالضبط لو قلت له ناقص 30 في معناته نقص لي من المنتصف 30 فيطلع الى الاعلى 30 لو قلت له plus 30 في معناته ينزل اسفل من المنتصف 30 وهذا نتكلم عموديا ونفس الموضوع ينطبق كذلك افقيا لو اضفت horizontally in center ممكن تعدل عليه انه يكون plus 20 plus 30 plus 10 فيروح الى اليمين او minus ويروح معاك الى اليسار هذا بالنسبة للابل الاول بالنسبة للابل الثاني القيود اللي انا رح اضيف عليه من خلال add new constraint رح اعطيه من الاعلى تلاحظ اهل تبغى من ال safe area معناته الحدود اللي في الاعلى او من ال view الى اعلى حد في الشاشة او من ال image view اللي احنا اضفناها تبغى تعطي مسافة او من ال label اللي احنا اضفناه اهلا بك ولاحظوا بيدفولت يكون يسوي على ال label اللي احنا اضفناه اهلا بك لانه اقرب واحد اعلى من هذا ال label اللي احنا نضيف عليه constraint فبيدفولتهم سوي click عليه رح اقول له مثلا خلينا نقول مثلا 25 مسافة ومن اليسار ومن اليمين كذلك رح اعطيه 20 بالنسبة لل height ما رح اعطيه height بس رح اقول له add three constraint الان انضافت معاي بقي معاي في الاخير البوتون اللي في الاسفل البوتون كذلك رح اقول له add new constraint رح اعطيه من الاعلى الاعلى من مين رح اعطيني الان ال label هذا اللي احنا اضفناه لاخر شي constraint لانه اقرب واحد للبوتون من جهة الاعلى حتى لو تسوي click لاحظ لهو لا تفوت فرصة تزيين منزلك الى اخرة فهو بيدفولت يسوي check على هذا لو يحب تغير ممكن تغير لكن هو اقرب واحد فهو اللي مفترض انك تسوي القيود عليه من الاعلى فرح اعطي قيد من الاعلى ورح اقول له 35 ورح اعطيه مثلا ودث وخليه ثابت مثلا هذه المرة على زي ما هم حاليا 171 او ممكن حتى زيده الى 180 او حتى خلونا نخلي القيد نسبة وتناسب مع الواجهة الان لو اضفت ال win constraint هذا ما رح يكون كافر رح يعطيني error زي ما اللاحظة الان انضاف عندي هنا error طبعا هذا لو ما كان ظاهر عندك اصلا في هذه الواجهة لاحظ الدائرة الحمرة click عليها وممكن ترجع من خلال structure الى document outline الطبيعي فclick على الدائرة اللي باللون الاحمر رح يقولك ان البوتن ابدأ الان في عنده مشكلة في ال x position فتكلمنا ال x اللي هو المحور الافقي بالنسبة ال x هو ما هو عارف هو عارف انه في مسافة ما بينه وما بين اللي اعلى منه مثلا 35 لكن وين بالضبط هلو في هذا المكان هلو يروح يسار هلو يروح يمين فماني عارف وين بالضبط انا وين اكون كبوتن فلازم انا اعطيه بالنسبة المحور اكس فانا بامكاني اني اجي من الاسفل من خلال خيار ال align و اقول له horizontal in center واضيف قيد في او على البوتن انه يكون في منتصف الشاشة افقيا وراح يروحي ال error من عندي او بامكاني قبل ذلك لاني لو اضافت بهذه الطريقة رح ينكمش البوتن اه لاني ما اعطيتها عرض فبالاول رح اجي يعطيه ال width الخاص بالبوتن واقول له equal width بالنسبة الواجهة زي ما اتكلمنا قبل شوي مع الصورة اه باصبعين او control بعد ذلك control من الكيبورد وكليك على البوتن واسحب الى الواجهة برا وارفع يدك وقول له equal width بالتالي ياخذ نسبة وتناسب من عرض الواجهة ويبقى معانا اخيرا موضوع محور اكس اني اقول له اما من ال align هنا click عليها وhorizontally in center او بنفس الالية باصبعين click او بالcontrol او بالright click على الماوس وتسحب الى الواجهة وتقول center horizontally in safe area فراح يكون الان في المنتصب اختفت ال error او المشاكل او التنبيهات من خلال القائمة اللي عندنا نرجع الى structure الخاص هذه القيودة اللي احنا اضفناها المفترض الان ان الواجهة هذه تكون شغالة معانا في مختلف الشاشات بشكل سليم خلونا نقفل الواجهة اللي على اليمين ونروح الى preview مثل ما تكلمنا في الدرس السابق هذه الايقونة او من خلال الكيبورد alt command enter لو ما كان ظاهرا معاك هذه الواجهة كانت مثلا تظهر لك الواجهة اللي احنا صممناها في الدرس السابق كل اللي عليك تسوي وكليك على الواجهة جديدة وراح تظهر معاك في البرفيو فنسوي زوم اوت من خلال التوتش باد الخاص بالماك اصبعين زي ما ذكرنا نقربهم من بعض يسوي زوم اوت من بعدهم يعطينا زوم ان راح اروح الى خيار البلس اللي موجود في الاسفل اضيف واجهة جديدة راح اضيف واجهة صغيرة زي الاس اي مثلا السكند جنريشن اللي هو الاس اي اللي ظهر مؤخرا وراح اروح كذلك اضيف شاشة كبيرة ولتكن مثلا الايباد الفول سكرين ال 11 هذه وممكن ايش ممكن اضيف كمان واجهة اخرى خل خلونا نقول مثلا واجهة ال 8 بلس الآن زي ما نلاحظ كل الواجهات الايفون 11 الاس اي الايباد الايفون 8 بلس كلها ظهر بشكل سليم عندي الآن لو جيت لاحظ هنا عندي في البوتن نفسه وزدت النص خلونا من خلال الاتربية انسبكتور ننسخ النص كاملا الآن وندبله لاحظ زادت معانا عدد الاسطر بدون ما يختلف معي البوتن البوتن نزل الاسفل لانه محافظ على المسافة ما بينه وما بين النص الخاص بالتفاصيل اللي اضفناه احنا فهذا بالنسبة لتصميم هذه الواجهة شي اخير ممكن نتكلم عنه اللي هو الاسبكت ريشيو فرح نقفل البرفيو كليك ونقفل البرفيو او من الكيبورد alt command enter كذلك ممكن نقفل البرفيو الاسبكت ريشيو كذلك نوع من انواع الكنسترينت ممكن نستخدمه مثلا مع الامج فيو في هذا الواجهة اللي احنا صممناها بداية راح امسح الكنسترينت اللي على الامج فيو كيف امسح الكنسترينت من عندي كذلك خيارات في الاسفل هذه الايقونة اللي هي شكل العمودين ما بينهم المثلث كليك عليها راح يعطيك مجمو من الخيارات طبعا عندك clear constraint في الاعلى وعندك clear constraint في الاسفل اللي في الاعلى زي ما تلاحظ عندك هنا مكتوب selected views اللي في الاسفل all views and view controller فالفكرة منها اللي في الاعلى لما تسوي clear constraint فانت تسوي الاشي اللي انت مسوي كليك عليه يعني انا مسوي كليك على الامج فأسوي clear constraint امسح الكنسترينت او القيود على الامج هذه فقط لكن لو اخترت clear constraint اللي في الاسفل فراح امسح كل القيود في هذه الواجهة على الابلز على البوتن على الامج فكل شغلك يروح كامل او يلتقي كامل راح يسوي clear كامل فمهم جدا هذه النقطة. كليك على اللابل بعد ذلك تيجي على الـ Clear Constraint راح يمسح اللابل فقط. كليك على الـ Image لو حاب تمسح الـ Constraint الخاص بالـ Image وبعد ذلك تيجي لنفس الخيار اللي هو الـ Resolve Auto Layout Issues كليك عليه وتقول له Clear Constraint اللي بالجزء العلوي الآن مساحة الـ Constraint اللي موجودة على الـ Image. الـ Aspector Issue اللي بتكلم عنها كليك بنفس الآلية اللي هي تسحبه الأسقاط اللي تكلمنا عنها من الصورة على الصورة نفسها ما هو على الـ View لا من من الصورة إلى الصورة نفسها. ترفع يدك راح يعطيك تبغى Width ولا تبغى Height. قلت له Aspect Ratio. طبعا الآن Error عندي لو أجي على الأيقونة اللي باللون الأحمر راح يعطيك الـ Error على النبتة نفسها بالنسبة للمحور X وبالنسبة للمحور Y. فالآن لازم أن أعطي قيود عشان أحدد موقع الصورة بالضبط بالنسبة للمحور X وبالنسبة للمحور Y. بالنسبة لX اللي هي الأفقيا راح يجي من Add New Constraint وراح يقول له 0 من اليمين 0 من اليسار وراح يقول له Add To Constraint الآن انتهينا من محور X. خلاص بقي عندي موضوع وينما كانها بالنسبة للمحوري. هل هي في أعلى الشاشة في الوسط ما هو عارف وين تكون. كل اللي عليه راح يجي من هنا وأقول له كذلك صفر من الأعلى بالنسبة إلى Safe Area وراح يجي أقول له Add One Constraint انتهت المشاكل من عندي. بالنسبة للـ Aspect Ratio اللي أضفناها قبل شوي في البداية قبل ما نتكلم عن مشاكل المحور X و Y. الـ Aspect Ratio اللي هي نسبة وتناسب بالنسبة للـ Image نفسها. تذكرون لما كنا نسحب هذه الطريقة ونقول Equal Width وقلنا انه يتكلم انه ياخذ نسبة الـ Width من نسبة Width في الشاشة. لما اسحب الصورة على نفسه وأقول له Aspect Ratio فيصبح Width نسبة من Height والهيط نسبة من الـ Width. يعني العرض نسبة من الارتفاع والارتفاع نسبة من العرض. ايش يعني هذا الكلام. يعني مثلا لو كان عندي عرض الـ الواجهة 400 وارتفاع الواجهة 200 فمعناته ان النسبة ما بين العرض ما بين الارتفاع. ان الارتفاع نصف العرض يعني الارتفاع 200 فارتفاع نصف العرض. هذا نسبة الارتفاع الى العرض ونسبة العرض الى الارتفاع وهي الضعف. العرض 400 والارتفاع 200 فالعرض ضعف الارتفاع. وهكذا. طبعا من يوجد اول منهم او consensus cara لاني اعطيك 0 مليسار وتميلي من 5 مليون فعلا طول يعرف عرض الصورة كم بالنسبة لعرض الواجهة. لو هذا الواجهة الـ iPhone 11 عرضها 500. خلاص عرف أن عرض الصورة 500 لأنه نفس عرض الواجر وشغلتها مثلا في آيباد جهاز من أجهزة الآيباد عرضه 1000 فيعرف أن عرض الصورة 1000 لأنه يأخذ مسافة 0 مليايمين و 0 مليا يسار فبالتالي عرض الصورة هو نفس عرض الآيباد وهكذا فيصبح ارتفاع الصورة نسبة وتناسب مع العرض يوجد العرض بعد ذلك يحسب نسبة الارتفاع بنفس النسبة اللي هي موجودة في شاشة الآيفون 11 فنفس الآلية لو رحت الآن على البريفيو راح ألاحظ أنه في كل الشاشات التصميم شغال بشكل سليم بل بالعكس أصبح في الآيباد شكل الصورة كبير جدا وواضح ومتلائم مع أنه يكون في شاشة الآيباد لأن شاشة الآيباد كبيرة جدا حتى نتكلم أو نوضح الاسبكتر ريشو أكثر راح أقفل البريفيو ورح أوضح لك هنا الأرقام ورح نلاحظ هنا الأرقام اللي موجودة عندنا لأنه ما كانت واضح لك أو الأرقام صغيرة كليك على القائمة اللي على اليمين على السايز انسبكتر وننزل الأسفل لخيار الاسبكتر ريشو راح تلاحظ 414 اللي هو العرض نسبة للارتفاع 269 فرح يحاظل على هذه النسبة سواء صغرة الشاشة أو كبرت راح تكون النسبة كهذه النسبة اللي موجودة ما بين 414 و 269 حتى نوضح الصورة أكثر خلونا نمسح الكنسترينت مرة ثانية Clear Constrainت للإمج اللي احنا نسوي نسيلكت عليها ورح يجي عدل الودث الخاص بالإمج نفسه راح أقول فقط 400 الآن زي ما نلاحظ صغرة الصورة راح أخليها في المنتصف فقط ورح يجي للارتفاع وأخلي 200 Enter ورح يجي أقول له أسحب الصورة على نفسه وأقول له Aspect Ratio طبعاً الأرور أو القيود اللي ظاهرة عشان المحور X و Y لازم نعطي عليها قيود لكن بالنسبة للأسبيكتر ريشيو زي ما نلاحظ الآن انضافت عندي 2 إلى 1 ايش معنات 2 إلى 1؟ 2 اللي هي تبدأ فيها من اليسار اليمين 2 العرض و 1 الارتفاع معناه العرض 2 لكل واحد في الارتفاع لو كان 4 في العرض راح يكون 2 في الارتفاع لو كان 10 في العرض راح يكون 5 في الارتفاع فيحافظ على هذه النسبة في الـ Aspect Ratio اللي هي الضعف نسبة العرض للارتفاع هي الضعف ونسبة الارتفاع إلى العرض هي النصف إن شاء الله تكون واضحة لكن المهم جداً أنك أنت بنفسك تطب لازم تطبق على الـ Aspect Ratio على الـ Constrainter اللي احنا أضافناها أي أن كانت المسافة من الأعلى من اليمين من اليسار ومع الممارسة مع الدروس القادمة رح يتبع الموضوع إن شاء الله أسهل بكثير من البدايات الدرس القادم رح نتكلم فيه عن واجهة أكثر تعقيدا حتى نكون إن شاء الله مستعدين نحن في أي واجهة نواجهها مستقبلا نحن نضيف constraint عليها بدون أي مشاكل فإلى هنا نوقف ما رح نطيل أكثر إن شاء الله يكون الدرس واضح أي شيء ما هو واضح اكتبوا لي في التعليقات استودعكم الله السلام عليكم